حل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم بباريس في زيارة رسمية بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس ورفق المشيشي في هذه الزيارة كل من وزراء الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والشؤون الثقافية بالنيابة إلى جانب وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد سامير مجول وسيلتق المشيشي غدا رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين في فرنسا كما سيجري محادثات مع رؤساء الهيكل الداعمة لتونس في فرنسا على غرار وكالة النهوذ بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وبنك تونس الخارجي كما سيتولى لاحقا تدشين رواق لحبيب بورجيبا بدار التونس وسيلتقي رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل الوزير الأول الفرنسي جون كاستاكسا ويتضمن برنامج الزيارة كذلك لقاء موسع بين وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الأعراف الفرنسية وكان رئيس الحكومة هشام المشيش غادر صباح اليوم أرض الوطن في اتجاه فرنسا ليؤدي زيارة رسمية بدعوة من الوزير الأول الفرنسي قبل التوجه إلى إيطاليا تلبية لدعوة من نظيره رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين